ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد اتخاذ القرار في افتتاح دينا بيوتي كير كانت اواجه بعض الصعوبات في ترتيب الوقت كوني مرتبطة في الدوام في شركة وبعد كذا تفرغ لي شغلي في المشروع الذي افتتحته كوني قم لأطفال كانت شوية الوقت عاملي عرقلة بعد ما شفت الاقبال كبير على دينا بيوتي كير فاتخذت قرار انني اتوقف عن الشغل في الشركة واتفرغ تماما في الدوامين لمشروعي الخاص وحاولت اوظف بنات يملولي الخدمات الغير اساسية في الصالون واني اتفرغ للنشاط الاساسي داخل الصالون واقبل عدد اكبر من العدد اللي كنت اقبله في منشأة الصغيرة وقفنا فترة ولكن رعدنا انشاطنا باستقبال عدد بسيط كان في تباعد كنا نستمرينا في الشغل معنا الناس كثير كانت ما فيش اشغال طبعا انا استفدت منها بين كل الناو يعني ماديا مستقرة احتياجي اي اي حاجة كانت توفرها ليا من غير ما تكلم دوري مع مركز دينا بيوتي كير كان فيه يعطاها النصاح الدائمة في كيفية ان تختار الاشياء التي توقيت تيكون في مستقبلها في تطوير واستمرارية عملها طبعا باللي وصلت له اليوم جدا راضية الحمد لله وان شاء الله دينا بيوتي كير ما بيوقفش هنا ان شاء الله بنكون في تطور مستمر مواقف كل قدير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة